بسم الله طبعا النتائجنا كانت رائعة جدا الأرواح أنه كانت تعكس زيادة الوعي باهمية الادخار في المجتمع الإماراتي بكافة أقطابه سواء المواطنين أو الوافدين الحمد لله محفظتنا وصلت إلى 14 مليار درهم الحمد لله شفنا زيادة ممتازة في عدد المدخرين الجدد 225% أيضا كان في زيادة 125% الحمد لله في عدد المدخرين المنتظمين هذين الملتزمين بخطط الدخار الشهرية معنا وأيضا لأننا بسطنا عملية الادخار قد ما نقدر عبر تطبيق الهاتف الحمد لله شفنا زيادة أيضا 74% في قناتنا عبر الهاتف المحمول نعم طبعا نتائجنا تعكس صحيح عملية ارتفاع أسعار الفائدة في العالم لكن نحن لا ننسى أن محفظتنا متوازنة نحن نستثمر في أصول عديدة ومناطق جغرافية متنوعة من ضمنها طبعا التخصيص أكثر شيء في الإمارات على أساس أن يعطينا العائد الأعلى نحن لا ننسى أن بعض القطاعات تعطي عوائد أعلى من بعض القطاعات يعني مثلا قطاع العقار خصصا التطوير يعطيك عوائد أعلى مقارة بأدوات الدخل الثابت الأسهم الوداع في البنوك إلى آخر فنحن دائما محفظتنا متوازنة عشان تطمن أن تعطينا دائما عوائد نقدية مستدامة نحن الحمد لله استقطبنا 34 ألف موظف في العام 2023 عبر برنامج الموظفين والذي يعني باستقطاب الادخار الطوعي بالاستقطاع من الراتب من هؤلاء الموظفين طبعا نحن في نقاش دائم مع وزارة العمل والهيئة بخصوص انضمام شركة السكوك الوطنية كأحد مدرى الصناديق اللي ستعنى باستثمار نهاية الخدمة مبالغ نهاية الخدمة متى ما إن شاء الله تم اطلاق المبادرة من الوزارة نحن الحمد لله في طور تأسيسة حين الصناديق اللي ستعنى باستثمار هذه الأموال متى ما تمت الموافقة إن شاء الله من وزارة العمل وأيضا هيئة السلحة طبعا نحن محفظتنا العقارية تشكل 27% من الأصول المدارة نحن عنا كان مشروع 399 اللي أطلقناه في دبي هيلز عبارة عن برجين برج واحد بيعنا والثاني خليناه للإيجار عشان ينمي السيولة في المحفظة الحمد لله تم بيع تقريبا كل الشقق الموجودة في البرج الحمد لله يعني سنطلق إن شاء الله أيضا مشروعين بيع الخارطة خلال إن شاء الله الأشهر القليل القادمية بإنسانية المشروعين تقريبا نتكلم عن حدوث 800 مليون درهم إن شاء الله اشتركوا في القناة